هتشوفوها باستمتاع بكل كواليسها تبتخذ لنا بقى انت عمال بتتكلم كده على اسامة حسني في الاشبال وانت بتتكلم على الظواهر والارقام والدخول التاريخ هانا جودة اتناشر خمستاشر النهاردة بتكسب تمنتاشر سنة في تينس الطاولة سيدا صحيح يعني انيسات تمنتاشر سنة كمان دي معجزة تينس الطاولة اللي ربنا يحميها ويوفقها ان شاء الله وتواصل المسيرة القياسية اللي مبهرة لكل اوساط تينس الطاولة حول العالم انه فينا شئ بتاخد بطولات الجمهورية على المستوى الاول وبتاخد ميداليات صحيح خادت فضية على مستوى الكبار عالميا هانا جودة ظاهرة رياضية مهمة جدا فازت بالمركز الاول في تحت 18 سنة بطولة الجمهورية اللي بتتلعب على صالة هيئة قناة السيوس في الاسماعيلية بعد ما فازت في المبراهة النهائية على اللعبة الاء يحيى من جزيرة الورد ثلاثة اتنين بعد ما فازت في الدور قبل النهائي على هانا إبراهيم لعبة نادي الزمالك ثلاثة صف هانا جودة تتصدر التصنيف العالمي للعبات تينس الطاولة اقل من 15 سنة يعني حتى وهي اصغر من كده لكن بتتصدر التصنيف العالمي الأولى عالميا تحت 15 سنة يعني انت بص من هانا جودة إلى جزيرة الورد تاني من اللي لعب معها الفاينة النهاردة لعبة جزيرة الورد فاينة صالة المغطاة لأنها مؤكد هتدفع الرياضة هناك بشكل كبير